اتعلمنا كيف نشتري استضافة من شركة A2 hosting الشهيرة وتعلمنا كيف نشتري دومين من شركة الدومينات الأشهر اللي هي نيمشيب وتعلمنا كيف نربط بين استضافتنا A2 hosting على دومين نيمشيب الآن راح نتعلم كيفية تثبيت الورد بريس من خلال لوحة تحكم سي بانيل طبعا كله عملي 100% وبعدها كيف بعد ما نثبت الورد بريس من نزل أهم الأعدادات بتاعته ومن ننزل أهم الإضافات بالإضافة لأهم الثيمات ثم كيفية ربط الموقع عمل سيتماب وربطه مع جوجل عشان يظهر بنتاج البحث كله بشكل عملي 100% لكن بعد الشارع بالله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمي وقضى صلاة وتمتصني على سيدنا محمد وصحبه أجمعنا وبعد كيف حالكم إخواني الآن بعد ما ربطنا تعلمنا كيف نربط الدومين اللي هو نحن اشترينا من شركة نيمشب زي ما قلنا لكم نحن ننصحكم بشركة نيمشب لأن شركة عريقة جدا ممتازة للدومينات وبتعطينا خدمة هو إز يعني حماية بريفيسي بتاع الدومين هو إز مجانا زي ما شفنا بتعطينا فري أما الشركات اللي استضافة بتعملنا الخدمة دي مدفوع فنحن بننصح بشركة دومينات دائما نيمشب حتى أفضل من جو دادي الآن زي ما شفنا نحن كان محطوط على نيمشب بايزيك قوي منحطه كوستوم ومناخد ان اس واحد دوت ايتو هستين وان اس اتنين دول السابتات برسلونا يهم بإيميل أو بيمكننا توصل مع الدعم فني بيعطونا يهم النيم سيرفر منحطه الأول هنا وهنا بعده منعطيه صح برتبط طبعا نحن إذا رحنا على الدومين بتاعنا ودخلنا عليه رح يطلعنا ايتو هستينج بعد ما يربطوا حوالي 24 ساعة أو أحيانا 48 ساعة كحد أقصى بكتبونا أحيانا بأربع ساعات بربطوا بيطلعنا استضافة حسب الاستضافة لحضرتكم مشتركين فيهم فمثلا بلو هوست بطلع لح بلو هوست طبعا نحن عم نحكي اذا الدومين من شركة والاستضافة من شركة اما اذا كان اي استضافة اشتريت مع الدومين بتجي جاهز يعني فقط بستبت وردو بريس بتشتغل لكن اذا كان الدومين من شركة ومثلا جودادي فاست كوميت او مثلا نيمشيب سايت جروند او بلو هوست او كذا فدول بيحاجة انه نغير النيم سيرفر اللي بنارضه من شركة مثلا من بلو هوست او من اي شركة اللي نحن مشتركين فيها الاستضافة بناخد منه نيم سيرفر وغالبا بيعطونا اياه بايميل برسلونا اياه او بنتواصل مع الدعم الفني بعد ما نربطه بالدومين زي ما اتعاننا بالدرس الماضي مننتظر حوالي 24 ساعة في الغالب فاذا دخلنا على الدومين رح يطلعنا اذا رابطوه بطلعنا الشركة الاستضافة فمثلا نواجه مكتوب عليها مثلا بلو هوست بلو هوست اي تجروند او كذا بمعنات اه صار جاهز شغلنا الان منروح على شركة اه توستينج مسلا بندخل على بتاعتنا بنعطي زي ما انتو شايفين بندخل على نضغط هنا لان احنا دخلنا على طبعا احنا شرحنا تقريبا بشكل مجمل بالدرس الماضي لكن ازا حبينا الان عشان اي شيء عاوزينه بامكان نبحث عنه هنا او وننزل من نبحث عنه فيفضل انه نكتوب مثلا وورد بريس ده بشكل سريع يعني زي ما احنا شايفين وورد بريس مالجو طبعا ده كله بنطبع على كل لوحات سي بنال يعني كله نفس المبدأ فنحنا عم نشرح على اي توستينج يعني لانه يعني مش انه كل واحدة مختلفة احيانا مختلفوا ببعض الاشياء وازا حبينا ننزل اي نظام تاني بنبحث عنه ونضغط فمسلا نحنا هنا نفطر في عنا كويك في عنا كوستوم راح نحط له كوستوم انتو يفضل كويك لكن نحنا عشان تستوابوا منحط اشتي تي بي اس او اشتي تي بي اس دابلو دابلو نفس الشي نحنا بنحط ادي الان هنا الدومينات اللي نحنا بنحط عرب شكر ننزل اه هنا السايت اه اسمه اسم الموقع اللي نفطرد نحنا مسلا عرب شكر السايت ديسكريبشن يعني المواصفات الموقع اذا مسلا هنا حطيت مثلا زي ما انتو شايفين هنا اللي تحتها بتظهر تحت العنوان بتكون هاي السايت بالمكان نكتبع بالعربي مسلا ندليلوك اينا عالم مسلا تكنو التقنية ننزل اه هنا الادمن يوزر نيم نحط اليوزر نيم فمسلا اسمي اه هنا الباسورد وبالامكان اي اي واحدة وننسخها ننسخ دي كمان اه هنا الادمن الايميل بتاعك اه مو شرط تحطه للاحترافي بامكانك تحط مسلا جيميل او او مايكروسوفت يعني اي شيء هنا اه واجهة المستخدم اذا حاببين الورد بريس عربي انجليش او اي لغة فبالامكان نحطه مسلا دي اه عربي او ما هي نحن نخليها انجليش مسلا اه هنا اذا حابب التعدى شي الافضل ما يتعدى شيء ومنعطي انستون الان اه سبت النياء زي ما احنا شايفين هنا الرابط بتاع عشان الورد بريس الدخول الورد بريس وهنا اذا حابب اه مستان تدخل على الموقع بشكل مباشر الان اذا حبيت ادخل عليه بطغط هنا وازا حبينا ندخل على الموقع نضغط هنا ما نشوف اه طريقة ايه اه زي ما احنا شايفين ده دليلو كالعالم التقني عرب شكر ده العنوار معناها سبت الورد بريس زي ما احنا شايفين وده نحن دخلنا الان اه على الورد بريس ولازم نحفظ اليوزر نيم بالاضافة الى الباسورد ده الورد بريس المنزل فمسلا اذا دخلت على سيتنج جنيرال الاعدادات بالامكان اغير من هنا اه اسم الموقع المساعدة الديسكريبشن هنا الايميل كله بتعدل زي ما انتم شايفين كله بامكان يكون غيروا بامكانك تعلق اللغة بتاعة الورد بريس من هنا التاريخ بداية الاسبوع مسلا تبدأ مسلا من يوم السبت هنا افترض نحنا عندنا المسلمين نعطي مسلا ريدينج الان اه هنا في نقطة مهمة فنحنا اذا رحنا على البيج اعطي فتحنا بصفحة جديدة مسلا وعملنا صفحة جديدة مسلا نفترض سميناها هاهم ببليش ببليش سميناها هوم بيج انا اعاوز مسلا صفحة هوم هي اللي تطلع بالواجهة الرئيسية والبوست البيت بتاعة المدونة انا اعاوز البلوك مسلا يطلع هنا او بدرك الرئيسية اللي هي الاندكس حسب ما اه شغل حضراتكم والان بنعطيه بلوك اه مسلا سيف جينج سبت يعني نحنا مسلا اذا فتحنا نفترض الموقع صارت صفحت هوم يعني غيرنا الصفحة هنا الديفولت بتاع البوست اذا حبي نغير شيء نضيف شيء يعني اشياء ان شاء الله في شرحات كثيرة يعني قامت بهذا الشيء نحن عم نحاول نشوف شيء المميز شيء يعني اكتر الناس بحاوز شرح عملي مش مشروع بدخل عالبيرمالينك بنحط هنا بوست نيم عشان الاسم هي يطلع اسم البوست نضغط على دي يعني بعد الرابط بطلع اسم البوست زي ما احنا شايفين هنا سامبل بوست بنعطي سيف الآن اذا حبينا نروح نغير الثيم مثلا بنضغط هنا اي ثيم نفترض عاوزين نحنا دي بنعطي اكتيفيت طبعا فيه ثيمات كتير بمكاننا نضيفها هنا سبتها اذا حبينا نروح الصغر دي الآن مننزل بلاغين يعني طبعا تنزيل بلاغين سهل يعني مسلا نحن نفترض عمزين للكاش نحن بننصحها دي مجربة سبتها الآن نحن بننصح بالنسبة عشان نربط عشان بتاع جوجل رانك ماسيو اضغط هنا يعني دي افضل من يوست الصراحة واللي مرتاح على يوست يخلي عليها لكن رانك ماسي اسبتت جدارته والآن نزل ونسخها منها برو الآن لازم نعمل خريطة خريطة لموقعنا زي ما انتم شايفين عشان جوجل ونربطه بجوجل نضغط هنا connect your account register now لاني اول مرة use email الآن منحط الاسم والايميل ونعطيه register انا بصراحة اه يعني عندي حساب عليها فبعطي use نفس الخطوات تماما بعطيه الايميل والباسفورد الآن نضغط login اوكي اكتيبات زي ما احنا شايفين اوكي الآن نبدأ خطوات تجهيزة نخلي انا بسألنا اه مسلا نحن عاوزين نعمل بيرسونل مسلا مدونة شخصية والويب شوب يعني اي شيء خسب عملك فنحن مسلا بيرسونل وهنا ازا عاوزين اللوجو نرفعه عشان يشوفوا الجوجل لان احنا عم نبدأ بعمل سايت ماب زي ما احنا شايفين بنعطي اه save and continue بنعدي عشان السوشيال ميديا ازا حابين نرفع ايقونة او الآن نكونكت اه جوجل سيرفيس زي ما احنا شايفين بنعطي جوجل كونسول عرب شكر بنخلي وزي حابين اه بمكان اه نربطه يعني نفس الشيء ما في مشكلة وهنا عشان لكن اه دي عاوز النسخة المدفوع اه بتاع فنحن بنقول سيف and continue هنا منخليها مفعلة وينكلود ايميج كله يعني منخليه على حاله ونعطي سيف and continue هنا اه اه ما يتبعه جوجل وهنا ده الرمز بتاعه وهو هون اه يعني مجرد ما تفعله اذا كان ما ما فعله ما فعله عشان اه ياضوا باي رابط رح يفتقي ضغط عليه رح يفتحه في صفحة جديدة بنعطي سيف and continue جاهز زي ما احنا شايفين دي يعني خطوات يعني متقدمة و المانجر ما في شي انا عشان الاربعمية واربع الخطأ اذا حبينا مسلا اه نشوف عشان خطأ اربعمية واربع بيعمل له اه مثلا هنا ري دايريكت ري دايريكشن يعني بروح على اقرب صفحة مشابهة سيف and continue اذا الصفحة مختفية او مش موجودة بيحول على صفحة تانية عشان ما يطلع له اربعمية واربعة او الآن منروا على الموقع بنضغط مسلا هنا وندي الرانك ما ستيديو اذا دخلنا على الداشفورد نشوفها بيبكاننا نعدل اي شيء نحن اشتغلنا كلهم بيبكاننا نعدلهم من هنا سيدي ما احنا شايفين حتى مسلا كل شيء طبعا ما في شيء ما بتاعديه الآن ازا حبينا ندخل على جوجل نتأكد على جوجل الآن ندخل على جوجل زي ما احنا شايفين نقول له موقع البحث ندخل على الاعدادات نتأكد الثبات الملكية انت مالك التماثبات مستخدمون الازونات زي حق الفرق الفحصي جوجل بود كله نظامي وهنا ازا عاوزين ننزيل الموقع من السايت ماب بتاعته ملفات سايت ماب زي ما احنا شايفين كله نظامي ده ملف السايت ماب بتاع موقعنا سايت ماب اندكس اكس ام ال تم الاجراء بنجاح يعني ارتبط الحمد لله الارب شكر موقعنا بجوجل كونسول وكده صار جوجل يشوفو اي شيء بترفعو بيعود بيشوفو ان شاء الله وهنا اه تم اثبات الملكية والحمد لله زي ما انتم شايفين ده انه الموقع كله الان اه صار يدخل في احصاءات جوجل وصار اه عناكب البحث بتاعت جوجل اه عناكب يتسحف على الموقع وكله ان شاء الله بشكل نظامي وبكده كون شرحنا كل شيء عن موقعنا الحمد لله وثبتنا الرنك واهم الاضافات وكله زي ما انتم شايفين كله شغال يعني ما في اي شيء ان شاء الله وكده اكون خلصنا ان شاء الله كل شيء عن عن الاستضافة عن الدومين وبالتوفير لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله